أكد العهل الأردنية الملك عبدالله ثاني بن الحسين أن مؤتمر بغداد يمثل فرصة لتأكيد على الدور المحورية للعراق بالنسبة للمنطقة ودوره في تقريب وجهات النظر لتعزيز التعاون الإقليمي وأضف العهل الأردني أن الاجتماع يمثل فرصة للبناء على مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انعقد العام الماضي مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انعقد العام الماضي ويعادة التأكيد على دعمنا لجهود العراق في مواصلة مسيرته نحو التنمية والإزدهار وتعزيز أمنه واستقراره واحترام سيادته كما يمثل هذا المؤتمر فرصة للتأكيد على الدور المحوري للعراق بالنسبة للمنطقة ودوره في تقريب وجهات النظر لتعزيز التعاون الإقليمي يعني أنعقد اجتماعنا اليوم في وقت تواجه فيه المنطقة الأزمات الأمنية والسياسية بالإضافة إلى تحديات الأمن الغذائي والماء والصحي وضروة تأمين إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد والتعامل مع تداعيات التغير المناخ